في الوقت الذي تتعالفه صراخات الشعب المغربي تنديداً بالأوضاع الاقتصادية الهشة إلى جانب الفقر والتهميش ضخ نظام المخزن 22 مليون دولار مقابل شرائه طائرات هاروب الانتحارية بحسب الإعلام الصهيوني لاستخدامها في قصف الصحراويين بالأراضي المحتلة من جهة وتهديد دول الجوار من جهة أخرى صفقة هاروب الانتحارية التي أبرمها النظام المغربي مع نظيره الصهيوني تأتي بعد أيام قليلة فقط من زيارة غير مسبوقة أجرها وزير الحرب بيني غانز وهي الزيارة التي قوبلت بمظاهرات شعبية عارمة عمت معظم المدن المغربية رفضاً للتطبيع مع الكياني ونصرة للقضية الفلسطينية مظاهرات كان مصيرها القمع من شرطة المخزن هذا ويعتزم نظام المخزن إنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في الأراضي المغربية بتقنيات صهيونية بعد التوقيع على مذكرة خلال زيارة غانز للمغرب تمهيداً للتنسيق العسكري بين الكياني والنظام المغربي ترجمة نانسي قنقر